موسيقى أنت لا تتوقع غيرك يجي يصلح عمرك أنت لازم يصلح عمرك صحيح الغير لازم يأدي تكليفة بس أنت لازم لا تتوقع منه إذا أنت ضعيف الأقوياء يأكلوك صحيح هم لازم لا يأكلوك لازم يعاونوك لكن هذا في أرض الواقع ماكوا أي شي كل شي إذا واحد زيان خمسين مو زيان إذن إحنا لازم نرشد الناس وقبل ما نرشدهم لازم إحنا نسترشد ننهى عن المنكر وإحنا قبل ما ننهى لازم ننتهي نأمر بالمعروف قبل ما نأمر بالمعروف نأتمر حتى ليصر لما تقولون ما لا تفعلون وكما أن الشر إذا بدأ صغير شوية شوية يكبر الخير كذلك بدأ يبدأ صغير شوية شوية يكبر وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون يمكن واحد يغير نحو الشر وواحد يغير نحو الخير المصلحون الكبار شخص بس بدأ المصلح واحده ما يقدر يسوي شي لازم يحتاج لأعوان بدأ شوية شوية اللهم موفق والمفسدون الكبار أيضا كذلك بدأ شخص شوية شوية اللي قال أعوان الشر كبر فالإنسان لازم ليأس أنه خب ما يصير أو حشر مع الناس يعيد حشر مع الناس يعيد هذا مو صحيح أنت اعمل أولا إذا حصلت على نتيجة فهو المطلوب وإذا ما حصلت على نتيجة أنت مبري ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى هذه مثل قضية أصحاب السبت الله سبحانه وتعالى راد يختبر مجموعة من بني إسرائيل في القضية المعروفة فنهاهم عن الصيد صيد السمك يوم السبت وزيادة في الامتحان يوم السبت الأسماك تطفو وبقية أيام الأسبوع ماكو سمج فهم ارتكبوا حيلة شرعية وكذا بالقضية المعروفة الناس صاروا ثلاث أصناف الصنف الأول الصائدون الصنف الثاني الساكتون والساكت عن الحق شيطان أخرس والصنف الثالث الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر زين الصنف الثاني أنت ساكت عن ذولاك اللي داي يصيدون أخو اسكت عن ذول اللي داي يمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليش تخرب عليهم بعض الناس هو ما يسوي شيء ويخرب هذا الصنف الثاني اللي ما كان ينهى عن المنكر مو فقط ما ينهى عن المنكر يثبت الناهين عن المنكر اللي ما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يعني مو ينهى عن المنكر يثبت زين ذول الناهين عن المنكر ماذا قالوا قالوا معذرة إلى ربكم يمكن يفيد جدرك واحد عاصي نهيته عن المنكر فاض ما فات معذرة إلى ربكم احنا نقول لله سبحانه وتعالى احنا ما صدنا ونهينا عن المنكر حسنا ما صار بعد هذا ما كان بيدنا أنا أديت ما علي الأنبياء والأئمة شنو تكليفهم تكليفهم البلاغ إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب حسنا الناس إذا ما أطاعوا علي ابن أبي طالب الناس ما أطاعوا الأنبياء هذا مو فشل في مهمة الأنبياء لأن مهمتهم التبليق وقد أدوا المهمة بأحسن وجه حسنا الناس ما سمعوا هذا من سوء تصرف أولئك الناس ما يرتبط بالمصلح إذا المصلح إجيه الناس ما سمعوا كلامه هذا مو سوش المصلح سوش الناس زين شنو صارت القضية القضية الآية الشريفة تقول لمن الله سبحانه وتعالى قرر أن ينزل العذاب العذاب اللي ينزل مباشرة من الله سبحانه وتعالى الله ينجي المؤمنين منه زين الله قرر أن ينزل العذاب على هؤلاء أصحاب السبت فنجى الذين كانوا ينهون عن المنكر ذول خرجوا من المدينة وأخذ العذاب البئيس الذين كانوا يصيدون والذين كانوا ساكتين وهكذا كان العذاب أن الله سبحانه وتعالى أولا مسخهم بشكل قرد ثم بعد ذلك بعد ثلاثة أيام أبادهم لأن المسوخ هكذا في الحديث ما كفت إنسان مسخ وبقي هو أو بقي الذريته لا الإنسان إذا يمسخ يمسخ بشكل حيوان ثم الله سبحانه وتعالى يبيده هذه الحيوانات الموجودة مثل القرد هذه ليست من ذريات الناس وإنما الله سبحانه وتعالى مسخ أولئك على شكل هذه الحيوانات ثم بعد ذلك أبادهم ثلاثة أيام ثم أبادهم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس الذين ظلموا الصائدون والساكتون إذن البقصود شنو قالوا معذرة إلى ربكم يمكن يفيد وإذا ما فاد آني قد أديت ما علي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر